نجوم عالميون في معركة الاختيار واحدة من أكبر أدوار اللقب في فيلم كليو باترا الجديد المرتقب من إنتاج شركة سوني كان من أشهر الأفلام عن كليو باترا فيلم تم إنتاجه في الستينات من القرن الماضي وقالت الشركة كليو باترا تعرف بملكة النيل وأرثت إليزابيث تايلر نفسها كملكة هوليوود في نسخة سينمائية لعام 63 وتسعمائة وألف الملكة السابعة والمعروفة باسم كليو باترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد وحتى احتلال مصر من قبل روما عام 30 قبل الميلاد أشهر النجمات التي رشحنا أو مثلنا هذه الشخصية على شاشة السينما كما قلنا النجمة العالمية الراحلة إليزابيث تايلر في عام 63 بينما أول المرشحات للعب هذا الدور الجديد هي أنجلينا جولي الحاصلة على أوسكار وثلاثة جوائز جولدن كلوب الثانية هي ليدي جاغا وقد حصلت على جوائز جرامي وثلاثة جوائز بريت وإيمي واحدة أما بيونسي فهي مغنية أمريكية وممثلة حائزة على نتين وجائزة جرامي أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنجوم ومغنين يعتقدون بأنهم الأفضل والأجدر بلعب هذا الدور مثلا تقول كليوباترا الجميلة من تسمي نفسها إل تقول تدرج هذه الصورة لريانا وترتدي أزي الفرعوني يتوقعون بأن ريانا هي الأنسب أو يريدون ذلك هاجر تقول عزيزتي هوليوود إحداهن أفضل من يمثل كليوباترا وتدرج صورا لممثلات المصريات سوسا بدر والفنانة روبي تقول الأفضل هناك اختراح آخر يقول فلسفجي فيلم كليوباترا من سنين بس ما عنه عم يتحضر من بطولة أنجلينا جولي شو اللي تغير؟ أما محسن اليافع يقول المصريون عندهم الملكة كليوباترا كانت عشيقة لقائد روماني وماتت بالسم أو بالشبشب وعملوا لها سبعة وتسعين مسلسل وخمسة وعشرين فيلم شو القصة؟ عالم الآثار ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس ردا على كل ما تردد يقول هذا ما قاله زاهي حواس يقول أنجلينا جولي تمتلك من الجمال والشخصية القوية التي تجعلها تؤدي الشخصية على أكمل وجه بفيلم سينمائي بميزانية انتاجية ضخمة